السلام عليكم ورحمة الله راح أبيكم عزيزي وطلبة في محاضرة جديدة اليوم نتحدث عن اليونة الثامن كتابة نحو طبعا جديدة واليوم راح نتحدث عن present perfect I have done راح نتحدث عن تكملة للمضارع التام احنا خذنا بالمحاضرة السابقة خذنا تركيب مالته وكلمات اللي تستخدموا ياه بس هنا راح نكمل يقول When we talk about a period of time that continues from past التي استمرت من الماضي until now we use the present perfect نستخدم زمن المضارع التام ذكرنا المضارع التام يستخدم عن حدف تم بالماضي ولهو تأثير للمستقبل للمضارع يعني أكو استمرارية أكو تأثير أكو نتيجة استمرت إلى الحاضرة طيب نقطة بي مهمة ركزلي عليها يقول in the following examples speakers are talking about a period that continues until now وحاط لك recently in the last few days so far since I arrived هذان الكلمات وي الكلمات اللي لطيتكم إياهنا أنا بالمالزمة نستخدمهم وي زمن المضارع التام خليني نراجع الكلمات ذن الكلمات طبعا في دنة خليني شوفها مثلة have you heard something anything from Ben recently طبعا ليل عندي recently فجملة رح تكون مضارع تام رح تكون جملة مضارع تام وأيضا اكتب لي today with this evening with this year أيضا تستخدم ميازة من المضارع التام طبعا هسا واحد يسألني يقول استاذ إحنا this today with this evening بإني مو قلنا نستخدمه ميازة من المضارع المستمر يعني رح تخترض الأمور بيننا لا ما رح تخترض رح قلك رح قلك ليش أولا هذين الأدوات يعني ما رح يجيب لك يا هنالأستاذ أو تجيب جملة بها today وهي ترهم للمضارع التام وترهم للمضارع المستمر يعني لازم ينطيك دليل آخر يعني كل جملة لازم بها دليل لازم كل جملة بها دليل يعني فمثلا يعني يجيب لك مثلا I haven't seen طيب إحنا C أخذناه أنه ما يجيو يا المضارع المستمر فمن يجيب لك C وبيها this this morning هنالأستاذ برح تحطها مضارع المستمر ليش لأن إحنا ذكرنا بأنه C ما يصير ويا المضارع المستمر C واللايك لأن الأفعال الحسية الأفعال السمع والنظر يعني ما يصير أنه ي المضارع المستمر فالأمور واضحة إن شاء الله بس لا تعقدون المسال فترى الموضوع بسيط بس ما تفكرون بي زايد وظلون تبدعون بأفكاركم وتنتجون أفكار جديدة وتنتجون خوف جديدة راح تصير رأعتكم هاي الخوفة كل موضوع موضوع كل يونة وحيدة هي تشخليك طيب يقول ويسي أتسفر something has happened طبعا عندها أمين طلابنا العزاء لما ننطم معلومات جديدة نستخدم زمن عن المضارع التام هنا ما عندنا أي ملاحظة جديدة هذا هي كل موجود بخصوص هذا يونة ولا تنسون الكلمات اللي نستخدم هنا هذا الزمن لازم نحفظ وإيضا هذا التمرين أريدكم أن تحلوا لياه حط لياها بين لاغان وأنا ذكرت لكم شوكة البين وشوكة القان